عزائي اهلا وسهلا بكم في منظومة البث الكطرية مرة اخرى في درسنا الثاني درس اللغه العربية بعنوان الخيول اهلا وسهلا بكم ماذا سنتعلم اليوم عزائي قبل ان اقول لكم ماذا سنتعلم اليوم ارجو منكم احضار تجهيز عدسة كاميرا ممكن من الجهاز البليفون قلما ودفترا سنحتاجهم اذا ماذا سنتعلم اليوم سنتعلم في درسنا اليوم درسنا اليوم متابعة سنتابع الوحده التعليميه بعنوان الخيول في الدرس الاول ماذا تعلمنا تعلمنا استخراج معلومات صريحه من الناص تعلمنا كيف ننظم معلومات في جدول حسب المعايير اكتسبنا معلومات عن الخيل واليوم سنتابع بالخيل لكن سنخصصه للحصان العربي وما يميز الحصان العربي عن بقية الخيول اذا انظروا الى الصوره لن اقول رأيي انه جميل وانها رائعة انظروا الى الصوره وميزوا ميزوا الحصان اللون الشكل انظروا الى قوائم الحصان ارجله اطرافه انظروا الى شكل الرأس الى الشعر الى الزيل نتابع اذا اليوم سنخصصه للحصان العربي ومرة اخرى سنتطرق الى مهارة استخراج المعلومات المصرح بها الحصان العربي تبعوا معي واسمعوا يعتبر الحصان العربي من اشهر انواع الخيول واكثرها جمالا رأسه صغير تعلوه ذنان طويلتان منتصبتان وعينان واسعتان صافيتان متوسط الطول يتراوح ارتفاعه بين 150 الى 170 سنتم صدره عريض بطنه مستديرة شعره ناعم وذيله طويل يمتاز الحصان العربي بالسرعة والرشاقة وتناصق الشكل وهو ذكي يحب التعلم وله ذاكرة حادة في تذكر الاماكن وقدرة خاصة على الاحساس بالخطر قبل وقوعه يسميها البعض الحاسة السادسة يتميز الحصان العربي عن غيره من الخيول بقدرته على تحمل الجوع والعطش والتأقلم مع درجة الحرارة الجوي والصبر على مصاعب السفر ولانه لا يخشى الحيوانات المتوحشة يستخدم في صيدها طبعا صيد الحيوانات المتوحشة اذا الحصان العربي له قدره كبيره على الجوع والصبر انه العربي اذا الحصان العربي صديق وفي للانسان يفضل صاحبه على نفسه ويعرفه من صوته فاذا سقط صاحبه عن ظهره واصيب واصيب يظل بجانبه ويتأثر كثيرا بل يكاد يبكي حين يموت فارسه مثال ذلك ما يحكى عن فتى سقط عن ظهر حصانه واصيب اصابة بالغة لم يستطع بسببها ان يتحرك فبقي حصانه قربه يصهل ثلاثة ايام طالبا النجدة حتى اتى من ينقذ الفتى المصاب اذا يصهل انتبه لذلك لا عجب ان يسمي العربي حصانه باسماء البشر لكي يكرمه وللحصان العربي اسماء عديدة منها الادهم النجيب الصادق حليمة بشرى الجمانة ولانه يكرم على صاحبه ويجود بكل شيء يسمى بالجواد انظروا الى هذا المخلوق الجميل اذا هل تجدون خصائص الحصان العربي في هذا الحصان في هذه الصورة القوائم رفيعة انتبهوا الى اللون الى الضيل الى شكل الرأس نتابع اذا ما هي صفات الحصان وكيف وصف الحصان في النص اشهر انواع الخيول واجملها اذا ذكر في النص انه اشهر انواع الخيول واجملها عزائي هذه الجملة وهذا الوصف هل هي فعلا هل هو حقيقة ام هذه جملة رأي ما رأيكم اشهر انواع الخيول واجملها اتابع ونعود الى تمييز جملة الرأي وجملة الحقيقة رأسه صغير اذنان طويلتان عينان واسعتان ارتفاعه بين 150 الى 170 سنتيمترا اذا هذه مواصفات هي دقيقة لا يوجد فيها رأي صدره عريض بطنه مستديرة شعره ناعم وذيله طويل اذا مواصفات لجسم لبنية الحصان ميزات الحصان العربي لماذا ماذا يميز الحصان العربي او يتميز الحصان العربي عن غيره السرعة والرشاقة من ميزات الحصان العربي سريع ورشيق رأينا قوائمه يتميز الحصان العربي ايضا بالذكاء والذاكرة القوية ذكاء والذاكرة قوية اذا هذه معلومات مصرح بها في النص له قدرة خاصة على توقع الخطر قبل حدوثه وما يسمى بالحاسة السادسة توقع توقع الامر هذه الحاسة الحاسة السادسة اذا حتى الان يتميز الحصان العربي بالسرعة والرشاقة الذكاء وذاكرة قوية يتمتع بذاكرة قوية له خاصة على توقع الخطر على التوقعات الحاسة السادسة كذلك يتحمل الجوع والعطش والصبر على مصاعب السفر فليس غريبا ان البدوي في الصحراء والبيداء والشعراء البيداء تغنوا وتغزلوا في الخيل يعني ذكروها كثيرا في شعرهم الحصان العربي يستخدم في الصيد لانه لا يخشى الحيوانات المتوحشة اذا الحصان العربي يستخدم في الصيد لانه لا يخشى الحيوانات المتوحشة عزائي اريد ان اذكركم في الدرس الاول عندما وصفنا وتطرقنا الى اسنان الحصان قلنا ان نستطيع ان نقدر يقدر عمر الحصان من اسنانه وقلنا ان للحصان انياب حينها قلت لكم للحيوانات المفترسه انياب وللحصان انياب الفرس لا انياب لها طبعا والمهر لا انياب له اذا اريد ان ادمش بين تلك المعلومه وبين هذه المعلومه يستخدم الحصانه في الصيد الحصان العربي في الصيد لانه لا يخشى الحيوانات المتوحشه نتابع اذا من ميزات الحصان العربي ايضا انه وفي مخلص لصاحبه كما قرأنا في النص في الفقره الاخيره ذكرت قصه عن وفاء الحصان لصاحبه بقي يسهل ثلاثة ايام بجانب صاحبه حتى اتى من ينقذه اذا وفي مخلص لصاحبه من منكم يعرف حيوان اخر معروف بالوفاء طبعا الكلب وهنا اريد اعزائي ان اسألكم سؤال للتفكير الحصان مخلص والكلب وفي اذا اي حيوان تختاره لتربيه ليكون صاحبك نتابع درسنا نبدأ بالاسئله اي من الصفات التاليه لا نجده في الحصان العربي اي من الصفات التاليه لا نجدها في الحصان العربي اذنان طويلتان ام عينان واسعتان لا شعر له ولا ذيل ما رأيكم ما هي الاجابه طبعا هذه الصفه هي لا نجدها في الحصان العربي لان له شعر وله ذيل السؤال الثاني شهدت خيول تركض فزعة قبل حدوث زلزال اي من الصفات الاتيه تفسر هذا السلوك هل القدره على التذكر ام تحمل الجوع ام الاحساس بالخطر ما يسمى بالحاسه السادسه ما رأيكم السؤال مره اخرى شهدت خيول تركض فزعة قبل حدوث زلزال هذه حقيقه اي من الصفات الاتيه تفسر هذا السلوك هل لان لها قدره على التذكر هي ركضت فزعة قبل حدوث الزلزال ام لانها تتحمل الجوع لذلك ركضت فزعة قبل حدوث الزلزال ام لانها تتمتع بقدره على التوقع بالاحساس بالخطر ما يسمى الحاسه السادسه ما هي اجابتكم احسنتم اذا الاجابه هي الاحساس بالخطر لانها تتمتع بقدره قدره التوقع على الاحساس بالخطر اذا هي ركضت فزعة قبل حدوث الزلزال وما يسمى لديها الحاسه السادسه اي من الجمل اي من الجمل التاليه غير ملائمه الادهم النجيب الصادق الجواد هذا اسماء بشر اطلقها الانسان على حصانه على ماذا يدل ذلك الانسان سمى حصانه ادهم وسماه صادق وسماه نجيب وسماه جواد اذا على ماذا يدل تدل هذه العلاقه هل تدل على قوة العلاقه بين الحصان وصاحبه هل تدل على منزلة الحصان عند صاحبه هل تدل على اكرام الانسان للحصان ام تدل على ان الانسان يسخر من الحصان لذلك اراد ان يسخر من الحصان فسماه على اسماء البشر ما رأيكم طبعا الجملة الاخيرة غير منطقية وما ذكرناه وما ذكر في النص المعلومات المصرح بها ان الانسان كرم الحصان فسماه على اسماء الانسان اكرام الانسان للحصان فاعطاه اطلق عليه اسماء الانسان وكأنه احد افراد عائلته نأتي الان الى جملة الرأي وجملة الحقيقه كي نميز بين الجمل الجمل الحقيقه فعلا اللي هي المعلومات المصرح بها وجملة الرأي علينا ان نميز بين جملة الرأي وجملة الحقيقه لماذا؟ لان جملة الرأي هي ليست معلومه هي تدل على صاحب الرأي بينما المعلومه هي الجملة الحقيقه الجملة التقريريه اذا يغلب النص الوظيفي جمل تقريريه حقيقيه لان للنص الوظيفي وظيفه معينه يوفر لنا المعلومات في هذه الحاله في درسنا اليوم يغلب النص الوظيفي جمل تقريريه تقريريه حقيقيه مقارنه بجمل تعبر عن رأي المؤلفه مثال يعتبر الحصان العربيه من اشهر انواع الخيول واجملها من اشهر يعتبر من اشهر اشهر على وزن افعل اشهر افعل اعزائي عندما نقول اشهر على الوزن افعل افعل التفضيل اذا نحن نقارن هناك مقارنه بين جميل واجمل بين مشهور واشهر اذا هذه جملة رأي هناك مجال للمقارنه هناك مجال لتبادل الاراء للنقاش للتأييد وضحض الفكرة معارضة الفكرة اذا هذه جملة رأي للحصان العربي اذنان طويلتان وعينان واسعتان ما رأيكم؟ جملة حقيقه واقعه ام جملة رأي هل هنا يوجد مجال للنقاش تقرير جملة تقريرية الجملة تقولوا لي للحصان العربي اذنان طويلتان وعينان واسعتان بما اننا ذكرنا في جملة الرأي افعل التفضيل اشهر على وزن اشهر على وزن افعل جعلت الجملة قابلة للمقارنة وقابلة للنقاش اذا للحصان العربي اذنان طويلتان وعينان واسعتان اي كلمة ساخذها واحولها على وزن ساسرفها على وزن افعل التفضيل واحول الجملة من تقريرية الى حقيقه من تقريرية الى جملة رأي اذا للحصان العربي اذنان طويلتان وعينان واسعتان جملة تقريرية بينما اذا قلت للحصان العربي اذنان اوسع اذنان طويلتان واوسع عينان واوسع عينيني ما رأيكم تحولت الى جملة رأي اكتب جملة رأي واخرى حقيقه نستعين بالناس طبعا نستخرج من الناس جملة رأي وجملة حقيقه جملة يتغذل حصانه برسيما وشعيرا هل هذه الجملة او هذه المعلومه قابلة للنقاش طبعا كلا جملة حقيقه يتغذل حصان شعيرا برسيما لا نقاش فيه الحصان العربي صديق وفي للانسان ما رأيكم جملة رأي رغم ان النص قال لي الحصان العربي صديق للانسان لكنها جملة رأي صديق وفي للانسان جملة رأي هل يختلف استخدام الخيل استخدام الخيلي باختلاف حجمه وشكله حتى الان تطرقنا الى صفات الخيل الحصان غذائه شكله حجمه اذا استخدام الخيل هل فعلا يختلف استخدام الخيل باختلاف حجمه وشكله ام كل الخيل تستخدم لذات الاستخدام نتابع ماذا نرى في الصوره حاولوا ان تكتبوا عزائي اسم الخيل العنوان خيل المزارع وحاولوا ان تكتبوا حاولوا ان تكتبوا بعض الصفات المميزه لكل خيل ارجو منكم ان تكتبوا في ملاحظات تحت هذا عنوان خيل المزارع والصفات التي تميز خيل المزارع اذا هذا خيل المزارع اللون القوائم انتبهوا الى انتبهوا الى قوائم هذا الخيل وتذكروا قوائم الخيل الاسود الذي رأيناه الخيل العربي قبل قليل خيل الصيد نكتب خيل الصيد والصفات بعض الصفات التي تميز خيل الصيد فقط للمقارنه اريد ان اعود بالصوره الشاشه انتبهوا القوائم حجم الخيل الرأس الاذنان اللون والشعر الغيل خيل الصيد خيل الركوب انتبهوا الى ظهر الخيل قوائم الخيل هذا خيل الركوب سوف اعيد خيل الصيد خيل الركوب خيول الجر طبعا جر العربات مرة اخرى انتبهوا الى القوائم الى حجم الجسم شكل الرأس الشعر اللون خيول جميلة كلها جميلة نتابع وخيول قزمة نعم كما الانسان يوجد قزة اقزام والخيل ايضا يبدو ان يوجد خيول اقزام او قزمة نكتب بعض الصفات كما ترونها القوائم الشعر الزيل شكل الرأس اللون انتبهوا الى جسم هذا الخيل اريد ان اعود بالشاشات لكي نعيد التماعن في الفرقات خيول الجر خيل الركوب خيل الصيد وخيل المزارع التماعنوا في الفرقات اعزائي واكتبوا بعد الملاحظات الآن ارادت ليان ليان لديها خيل وتخيل به تفاخر به فارادت ان تقارن بين حصانها وحصان زميلها فادي في الدرس الاول قارنت حصانها مع حصان باسل اليوم ستقارن حصانها مع حصان فادي اقترح ثلاثة معايير للمقارنه اقترحوا ثلاثة معايير للمقارنه ماذا ستقترحون الحجم والشكل اللون والسرعة بعد ان نظرنا الى الخيول المختلفة في استخدامها خيول اريد ان اعود بالشاشات اذا قلنا الحجم والشكل اللون والسرعة اذا اريد ان ارجع ان اعود الى الشاشات نرى الخيول من رأيكم ما رأيكم هل من اسرع خيول هذا الخيل القزم ام خيول الجر طبعا هذا الخيل اسرع من خيل القزم خيول الجر ام خيول الركوب خيل الركوب او خيل الجر طبعا خيل الركوب طبيعي اسرع من خيول من خيل الجار واضح من القوائم ما رايكم بخيل الصيد ايضا شكله واضح الاختلاف واضح الفوارك واضحه وواضح ايضا السرعه وهذا خيل المزارع اذا نعود الى ليان المقارنه اذا المقارنه بين الخيول نستخدم او نستعين بالمعايير والتي هي الحجم والشكل اللون والسرعه ننظم المعلومات في جدول حسب معايير كما قلنا في الدرس الاول الجدول يلخص في الجدول ينظم كل المعلومات وتساعدنا على النظره نظره الشموليه للمعلومات بشكل مرتب ومحدد اذا المعيار مهم جدا المعيار ان نختار المعيار نختار المعايير عزائي حسب المعلومات المتوفره لدينا اذا المعيار اخذنا الحجم كما قلنا اللون الشعر والذيل اذا خيل المزارع اي حجم المقارنه بين خيل المزارع وخيل الصيد وخيل الركوب وخيل الجر كما شاهدتم هناك فروقات في الحجم هناك اختلاف في اللون كذلك الشعر والذيل اذا هذه المعايير التي شاهدتها استطيع ان اقارن بين الخيول التي رأيناها وشاهدناها اعزائي تستطيعون من منكم يستطيع ان يعطيني معيارا معيارا لا نستطيع لم الصور يعني لا تستطيع ان تخدمنا ان تستجيب لهذا المعيار لا نستطيع ان نجيب عن هذا المعيار ان نضع او ان نرتب معلومات عن هذا المعيار من خلال صور اذا هل في الصور نستطيع من خلال ما شاهدناه في الصور هل نستطيع ان نكتب ان نقارن ان نضع في الجدوى المعيار عن الغذاء من خلال فقط الصور طبعا كلا لاننا لم نرى ما في الصور ماذا يأكل اذا من خلال الصور نستطيع فقط ان نقارن بهذه المعيار الحجم اللون الشعر والذيل شكل الذيل طبعا السؤال الاخر سؤالا اخر وسؤال اخر الصفات التالية مشتركة بين الحصان والاسد اذا لدينا صورة اسد طبعا من خلال الصورة نستطيع ان نرى الشعر الاسد انياب الاسد اذا والحصان اردتوا ان نجعل ان نقارن بين الحصان والاسد للاسد والحصان كما ذكر عن الحصان انه ان له انياب اذا يوجد انياب الاسد سريع والحصان سريع للاسد يوجد شعر وغره والحصان ايضا الاسد مفترس هل الحصان مفترس اذا اجابتكم كانت كلا لماذا واذا الاجابة نعم ايضا لماذا وساترك لكم هذا السؤال لتفكروا به وابحثوا وتأكدوا وتيقنوا من اجابتكم اذا مرة اخرى الصفات التالية مشتركة بين الحصان والاسد للاسد والحصان يوجد انياب سريع شعر وغره معروف عن الاسد انه من الحيوانات المفترسه وبما ان للحصان له صفات مشابهه بالاسد اذا هل الحصان ايضا مفترس اعزائي وصلنا الى نهايه الدرس نهايه الحصه نلخص ماذا تعلمنا اليوم نلخص درسنا اليوم اليوم استخرجنا معلومات صريحه من نص الحصان العربي عددنا استخدام تطرقت الى استخدامات الخيل ورأينا شكل كل خيل حسب استخدامه نظمنا المعلومات في جدول حسب معايير استخرجنا معلومات بصريه من خلال الصوره استنتجنا واستنبطنا معلومات من خلال الصور ترجمنا الفوارك من خلال الصور الى معايير اللون الشكل حجم اذا كل هذا اليوم قمنا به ما هي المهمه الملقى عليكم احدى انواع الرياضه المشهوره عالميا رياضه صباق الخيل انتبهوا ذكرنا تخص اليوم تحدثنا عن الحصان العربي لكننا لم نتطرق الى صباق الخيل وهي رياضه مشهوره اذا احدى انواع الرياضه المشهوره عالميا رياضه صباق الخيل ابحث عزيزي ابحث في الشبكه جوجل واكتب معلومات عن هذه المباريات حسب المعايير التاليه سنبحث عن رياضه صباق الخيل في جوجل وسنكتب معلومات حسب المعايير التاليه نرسم جدولا ونكتب المعيار وبتحت المعيار طبعا كل معيار نكتب المعلومات التي نجدها في بحثنا المعيار نوع الخيل المشارك نوع الخيل المعيار الاخر هوية الخيل ما معنى هوية الخيل من اي بلاد المعيار الاخير شروط المباره ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في الخيل لكي يكون مشاركا في المباره اعزائي وصلنا الى نهاية درسنا اليوم في درسنا اليوم مرة اخرى استخرجنا المعلومات مصرح بها من الناس تحدثنا وتعرفنا على الحصان العربي وما يميزه مرة اخرى يميزه تعلمنا ان الحصان العربي يتميز بجماله يتميز بسرعته ويتميز بالصبر حيوان صبور اي حيوان اخر تتذكرونه صبور ايضا الجمل اذا هذه الحيوانات حيوانات البادية ساسميها تتمتع بالقدره على الصبر والجوع تحتاج الى ماء كثير يوميا لتشربه يشرب الحصان يشرب عشرة اضعاف ما يشربه الانسان والحصان العربي ايضا من الصفه التي يتميز بها هو الاخلاص والوفاء حصان مخلص وفي لصاحبه ثم تطرقنا الى الاستخدامات المختلفه للخيل الانسان سخر الحصان لاحتياجاته فلا اما بين شكل الحصان وبين استخدامه ومن هنا عرفنا ان للخيل والحصان طبعا اشكال مختلفه وفوارق بين كل نوع ونوع فالانسان اخذ هذه الصفه وصخرها لاحتياجاته اعزائي اتمنى ان تكونوا قد استفدتم اليوم واستمتعتم في درسنا اليوم اريد منكم اعزائي الطلبه اريد منكم ان تبحثوا نحن في درس نحن نتعلم اللغه العربية واللغه العربية ايضا طبعا اليوم نص وظيفي لكن لا غنى عن النص الادبي القصصي فاريد منكم ان تبحثوا عن قصه عن بعنوان الخيل او قصه عن الخيل احد ابطالها عن الخيل يعني او موضوعة الخيل وتقرؤوها وارسلوا لي او لمعلمتكم عبر المعلمه وعبر موقع المنطار عنوان هذه القصه لكي انا اقرأها اقرأ ماذا اخترتم انتم اتمنى ان تكونوا قد استفدتم واستمتعتم القاكم في الدرس الثالث من هذه الوحده الى اللقاء كونوا بخير حتى ذاك الوقت اشتركوا في القناة